وإننا ومن موقع الأزهر الشريف لنرفضه وبقوة مع كل دول العالم الإسلامي هذه البداءات أشرفني غاية الشرف أن أعلن عن إطلاق الأزهر الشريف منصة عالمية للتعريف بنبي الرحمة ورسول الإنسانية صلى الله عليه وسلم هذه البداءات التي لا تسيء في الحقيقة إلى المسلمين ونبي المسلمين بقدر ما تسيء إلى هؤلاء الذين يجهلون عظمة هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ندعو المجتمع الدولي لإقرار تشريع عالمي يجرم معادات المسلمين والتفرقة بينهم وبين غيرهم في العقوق والواجبات والاحترام الكامل المتعدم يا حبيبي يا رسول يا حبيبي يا رسول يا حبيبي يا رسول الله 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 اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة